بذراع القانون وبعيدا عن الاستهداف السياسي هو طرح لجنة النزاهة النيابية في عملية التصدي لقضية الفساد الإداري والمالي وبنفس الاتجاه تحاول إعادة التحقيق في ملفات أغلقت بسبب تأثيرات سياسية تتعلق بغسيل الأموال وتهريبها قسمنا الملفات تم غلقها أعتقد رح يعاد التحقيق بها لأنه لربما كان أكو بعض التأثيرات الآن ستفتح كل الملفات على مصرعها أكو أموال للعراق هذه الأموال تم تقسم منها تم تحويلها قسم تم غسيلها لهذه الأموال فيه هناك مشاريع وهمية لربما كثيرة فيه مشاريع متلكئة فيه قسم من المقاولين أخذ السلفة تشغيلية وانهزم اتلاف الوطني المنظوي تحت لواء القائمة العراقية من بين الأطراف السياسية التي أعلنت دعمها لخطوات هيئة النزاهة معربة عن تخوفها من التسقيط السياسي بحق بعض المتهمين سيما وزير التجارة الحالي التابع لإتلافها سيد وزير التجارة هو موجود في بغداد وهناك مجموعة من المحامين سيقومون بالدفاع عنه هي ما زالت في طور التحقيق حقيقة يعني هو صدر القائق قبض بدون أن يكون تحقيق مع السيد الوزير قبل ذلك أما أن يكون هذا استهداف سياسي لكتلة ما لأنها لا تمتلك مخالب والكتلة التي تمتلك مخالب لا يمس وزراها أحد وهم متهمون وهم الحيتان الكبيرة التي تكلمت عنها المرجعية الرشيدة فهذا أمر أعتقد لا نحن نقبله ولا الشارع يقبله بينما يتهم المجلس الأعلى الإسلامي الحكومة السابقة بضياع وهجر أموال الدولة محملا الحكومة الحالية مسؤولية ملاحقة رؤوس الفساد الكبيرة أكثر من ألف موقع في داخل الحكومة موقع حساسي ولي الحزب الحاكم الذي حكم على أكثر من ثمان سنوار أكيد هو المتهم الأول بالنتيجة يجب أن يحاسبه لا على الرغم من مخاوف البعض من التدخل السياسي في عملية ملاحقة الفساد وما يوجد من مشاكل واقعية بمطاردة المفسدين من مزدوجي الجنسية إلا أن الحكومة أصدرت توجيهات بمنع المطلوبين إلى القضاء من السفر خارج البلاد ياسر الحطاب قناة المدى بغداد